بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيتها العاملات وأيها العمال الأعزاء شركاؤنا المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني في هذا اليوم الهام والمتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لإبلاغ عن حالات المشبوهة للفساد والرشوة المسمات تكلم سبيك أب أن أثمن هذا المسعى النبيل الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الاقتصادية والوصول لبيئة عمل تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة تعتبر المنصة الرقمية تكلم سبيك أب أداة لإبلاغ عن الحالات المحتملة للفساد والرشوة وتدسيدا ملموسا على التزامنا بالممارسات التجارية الأخلاقية المسؤولة في قطاع الطاقة والمناجم كما لا يفوتني في هذه المناسبة بصفتي رئيس للهيئة الحوكمة بسونتراك التنويه بالعمل الجاد والبناء الذي قامت به سونتراك وكذا جميع الذين ساهموا في إنجاز هذه المبادرة الحميدة التي تندرج ضمن تطبيق الأحكام الدستورية والقوانين المنبثقة عنها المتعلقة بتبني المؤسسات العمومية لمعايير الشفافية والمسؤولية تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية ذات الصلة بمكافحة الفساد وفي الختام ويقينا منا بالتزامكم لمبادئ الحوكمة المسؤولة والأخلاقية أحثكم على المساهمة الكاملة في هذه المقاربة الاستباقية التي تهدف إلى أخلقة الحياة العامة وتطهيرها من آفة الفساد والرشوة كما أشجعكم على الاطلاع واستكشاف هذه المنصة الرقمية التي تعتبر آلية ملموسة وفعالة للمشاركة بشكل مباشر في إرساء مجتمع أكثر عدلا وشفافية وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى وأشكركم على كرم الإصغان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين زملائي الأعزاء شركاءنا المحترمون أود أن أتوجه إليكم اليوم للإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للإبلاغ عن الحالات المحتملة للفساد والرشوة تحت عنوان تكلم سبيك أب التي تعتبر خطوة هامة في مسير التعزيز للحوكمة الرشيدة لمجمع صناتراك إن وضع آلية رقمية للإبلاغ والإختار عن شبهات الفساد والرشوة تحت التصرف العمال ومختلف الجهات المتعاملة مع المجمع تهدف إلى محاربة كل إشكال الرشوة والفساد بشكل صارم وحتى ننمي رصيد الثقة لدى موظفين وشركائنا الوطنيين والأجانب قررنا اعتماد خطوات جادة وناجعة من أجل مكافحة كل إشكال الرشوة والفساد وذلك باتباع معايير عالمية ومنها نظامي المسئولية المجتمعية إيزو 26 ألف وإدارة مكافحة الفساد والرشوة إيزو 37 ألف ووحد لأجل تجسيد هذه المعايير في حياتنا العملية من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وبناء ثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص بادرت سونتراك باعتماد سياسة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة التي تعتبر أحدى اللبنات الأساسية للحوكم الرشيدة في المؤسسات واستناداً لكل ما سبق فإن آلية الإبلاغ الرقمية تم تصميمها وفق معايير وأدوات آمنة تسمح بالتنبيه والتبليغ عن أي خرق للقوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسة كما تضمن حماية هوية الأشخاص المبلغين وتحافظ على أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالتبليغات إن متطلبات المؤسسات الاقتصادية الحديثة تستدعي إرادة قوية من كل الفاعلين لذلك أشجع موظفين ومتعاملين وجميع الأطراف ذات المصلحة على الإبلاغ دون تردد عن أي حالة محتملة من حالات الفساد والرشوة من أجل تعزيز الحوكم الرشيدة التي تغذي عزمنا على ترقية سونتراك والدفع بها إلى مستوى الطموحات والتطلعات التي تستهدف الريادة والتمييز شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته